ما زلنا نعيش في تكريم الحق سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أن التكريم من الله سبحانه وتعالى فيه عز وافتخار أما تكريم البشر ففيه ذل وانكسار هذه مرة ثانية تكريم الحق سبحانه وتعالى فيه عز وافتخار وتكريم البشر أحيانا يكون فيه ذل وانكسار طيب يا مولانا ربنا كرم سيدنا النبي زي ما انت ذكرت كثير جدا في القرآن الكريم وقلنا ان ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقفت عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الفت ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصر عزيز وربنا فضل بعض الانبياء على بعض وجعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدنيا والاخرة اكرم الخلق على الله ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم طيب كذلك كمان ربنا سبحانه وتعالى ما ناداه باسمه مجردا في القرآن الكريم يعني كان ربنا يقول يا يحيا خذ الكتاب بكو يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيا يا ابراهيم قال صدقت الرؤية يا نوحم يا يحيا يا زكريا يا موسى يا عيسى اما الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما ناداه ربه باسمه وصفه بالنبوة والرسالة فقال محمد رسول الله ربنا ما قال يا سيدنا رسول الله محمد مطلقا وانما قال محمد رسول الله وما كان محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وما محمد الا رسول قال خلت من قبله الرسول دولة ثلاثة اللي نذكر باسمه ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد رسول الله والذين معه وشداءه على الكفار وحماء بينهم وربنا قال وما محمد الا رسول قال خلت من قبله الرسول بعد كده يقول له يا ايها النبي يا ايها الرسول فين يا مولانا واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب محتمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرن قال اكررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اكررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين سيدنا النبي فضله ربنا على جميع الانبياء ببعض الخصائص زي ايه انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر سيد ولد ادم عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اول من يقرع باب الجنة قال صلى الله عليه وسلم اول انا اول من اقرع باب الجنة فيقول الملك فيقوم الملك ويقول من فيقول محمد فيقول الملك اقوم فافتح لك يا رسول الله فلم اكم لأحد قبلك ولا بعدك حديث اخرجه الامام مسلم فيه صحيحه طيب اذا ربنا امرنا بوجوب طاعة النبي كمان وربنا سبحانه وتعالى جعل لنا سيدنا النبي قدوة واسوة قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة وذكر الله كثيرا المظاهر كثير جدا يعني لو انا قلت مظاهر تكريم النبي في القرآن الكريم لا تعد ولا تصر لكن دائما وابدا انا اقف والله مع الذين دائما وابدا يعني يتطولون على المقام الشريف فاقول دائما وابدا هؤلاء لا يعرفون قدر النبي نحن حينما نسمع هذه الكلمات وهذه الاساءات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القلب انتفض لماذا لانه الحبيب المحبوب لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اوذي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت ربعيته وسل الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال اللهم مهد قومي فانهم لا يعلمون دا كان الحال سيدنا النبي لما جاءه جبريل لما ظل في الطائف وسظل بظل شجرة وقال اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وكل تحيلتي وهواني على الناس جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له يا رسول ملك الجبال قال له يا رسول الله ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لا فعلت قال لا لعل الله يخرج من اصلابهم من يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال جبريل لحظتها صدقا من سماك الرؤوف الرحيم